وكما تشاهدون هناك أضواء وهذا ما كنا نتمنى بدأت السماع بالشحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي مرحبا بكم معي في فيديو جديد وفي هذا الفيديو سوف أقوم بمشاركة طريقة رائعة لتخلص من المشاكل المتعلقة بهذه السماعات أو بهذه العلبة فكما تعلمون فالعديد من الناس أصبحوا يستعملون هذا النوع من السماعات وكذلك لأنها عملية نوعا ما تجعلك تتخلص من الأسلاك التي كانت ترتبط بين الهاتف والسماعات الأولى فهذه السماعات البلوتوت أصبحت منتشرة بشكل كبير وبانتشارها تنتشر معاها كذلك مشاكل وهو هذه المشاكل فتتجلى في أن بعض الناس أو بعض مستخدمي هذه السماعات بعض السماعات لم تعد تشتغل بشكل عادي فكما يظهر أمامنا فنشاهد هذه السماعة فهي تضيء باللون الأزرق والأحمر يعني أنها عند فتح الغطاء بدأت في عملية البحث عن الهاتف لكن هذه السماعة في اليسار فهي لا تنير ولا تصدر أي أضواء رغم أننا فتحنا الغطاء وفتح الغطاء يعني بدأ عملية البحث عن هواتف بها البلوتوت بالنسبة لهذا النوع من السماعات وكذلك قفل أو إغلاق الغطاء يعني بدأ عملية الشحن فعندما تقوم فقط أنت بغلق الغطاء تبدأ عملية الشحن وفتح الغطاء تبدأ عملية البحث هذه هي الخاصية بالنسبة لهذه السماعات فخاصية أوتوماتيكية وهي عملية نوعا ما فالسماعة التي أمسك بين يدي فهي سماعات E12 نسخة جديدة وكما تشاهدون فعندما أقوم بفتح الغطاء قليلا تظهر هناك أضواء باللون الأحمر بالنسبة للسماعة في اليمين لكن السماعة في اليسار فلا تظهر أضواء يعني أنها لا تشحن هذه السماعة فأنا أفتح الغطاء قليلا لكي تروا عملية الشحن إن قمت بفتحه كاملا فسوف تبدأ عملية البحث كما تشاهدون هناك ضوء أحمر وأزرق ولكن عندما أقوم بغلقه تبدأ عملية الشحن أنا عندما أقوم بفتح الغطاء بنسبة قليلة فهناك ضوء أحمر في اليمين لكن اليسار لا يوجد ضوء يعني أنها لا تشحن بشكل عادي إخواني الكرام ولمعالجة هذا المشكل ما عليك فقط أخي الكريم هو أن تقوم بإخراج السماعة من العلبة وتضع العلبة جانبا وتأتي فقط بمسمار نعم أخي الكريم فقط مسمار فهو موجود لدى الجميع ولماذا مسمار؟ لأن المسمار يتوفر على هذه الجهة المسطحة وهذه الجهة المسطحة فسوف نحتاجها داخل العلبة وكذلك الجهة الأمامية فهي جهة حادة كما تشاهدون ما عليك أخي الكريم هو تطبيق ما سوف أقوم بفعله بهذا المسمار بالنسبة للعلبة وللسماعة وقبل أن نبدأ إخواني الكرام حل المشكل علينا أن نعرف بضعة أشياء فهناك احتمالين فبعض السماعات تراكم الروب والرطوبة وكذلك العراق يتراكم فتتكون طبقات هنا على هذين القطبين هذين القطبين عند تراكم تلك الرطوبة يمنعون مرور الطيار من العلبة إلى السماعة ما علينا فعله أو ما عليك فعله أخي الكريم هو أن تأخذ المسمار من الجهة الحادة وتقوم فقط بحك هذين القطبين هنا على هذا الشكل لتتأكد من إزالة جميع الغبار والرطوبة الملتسقة التي تمنع مرور الطيار فقط بحذر إخواني الكرام لأنك إن ضغطت عليها سوف تدفع هذين القطبين إلى الداخل وبالتالي من الصعب إرجعوا إلى مكانهما وكما تشاهدون ظهر الدليل أمامنا فقط سقطت هذه القطع لذا أخي الكريم فناصحك بحك القطبين بشكل لطيف أخي الكريم لكي لا تصيب سماتك بالإطلاف على هذا الشكل بعدما تقوم بحك سماتك تأتي إلى العلبة وتقوم بفتح العلبة وإدخال المصمار من هذه الجهة أخي الكريم فهذه الجهة سوف تساعدنا في حق الأقطاب الموجودة داخل العلبة هناك أقطاب كما تشاهدون داخل العلبة هذه الأقطاب هي من سوف نقوم بحكها عن طريق إدارة هذا المصمار في الداخل وبالتالي يتم فرق تلك القطع المسؤولة عن مرور التيار الكهربائي أخي الكريم على هذا الشكل وبعد ذلك قم بإدخال سماتك إلى العلبة وسوف تشحن سماتك بطبيعة الحال لأن هذه الطريقة فعالة أخي الكريم ننتظر قليلاً غيرتما يتم شحن السماعة ونقوم بفتح الغطاء لنرى هل حقاً بدأت عملية الشحن بالنسبة للسماعات وكما تشاهدون هناك أضواء وهذا ما كنا نتمنى بدأت السماعة بالشحن فعند فتح الغطاء سوف تنطفئ هذه الأضواء كما تشاهدون هذه السماعة فهي تنير باللون الأحمر والأزرق لأن بطاريته ممتلئة لكن هذه السماعة فبطاريته ضعيفة لذا لا هي لا تنير باللون الأزرق والأحمر سوف نقوم بإغلاق العلبة وننتظر حتى يتم عملية الشحن كما تشاهدون وبعد ذلك سوف تخرج سماعتك وتصبح شغالة أخي الكريم شكراً للمشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر شكراً للمشاهدة فهي تنطفئ بشكل سريع سريع لأن البطارية فيها أصبحت ضعيفة جداً طاحتم قد انطفأت بشكل سريع عكس الأخرى ما عليك أخي الكريم وضعهما في العلبة بشكل وطوماتيكي وصوف يتم شحن لاحظ كيف سوف يتم شحن السماعتين معه وعمليات الشحن مستمرة